هاتولي التشير التاني كده يا جماعة بتاعة الوينش الصورة دي شكل الوينش طبعا يعني ربنا ربي شبيه ورجعه سالم غاني بوحد من اهم المدافعين اللي في مصر طبعا يعني فهو النهاردة طبعه الجملة الزمالك اكبر قلعة رياضية في مصر تمام حاجة واحدة بس قرب على الصورة شوية عشان اقول لكم حاجة يا جماعة يعني هات الصورة الوحدها بس بس الجملة معوجة الجملة معوجة حد يطلع اللي تقول لي يا كريم انت بتدقى في حاجات غريبة اوش بس هقولك تفصيلة مهمة اوش الزمالك ده براند كبير ضغم فكل تفصيلة عنده بألفة يعني بس مثلا دي مش معوجة خلاص زي الفل يعني الطبع دي هو الطبع دي بس الطبع اللي فاي بتاعت الوانش دي كان مكسل شوية دي ده شكله عبدالله السعيد فدي تمام فبتاعت الوانش عاجة بتاعت الوانش تاني الراجل تقريبا ايه ايده تهزت وهو بيطبعها لأ لأ ودي صور كمان نازلة على الصفحات الرسمية لنادي الزمالك لأ ليه التفاصيل دي بتاعت البراند براند كبير اسم كبير النادي الزمالك فممكن واحد يقول لك يا عم عادي معوجة بقى انا مش معوجة ما توقفش على الوحدة صح لو انا لابسها لو انا كريم لابسها ومعوجة مش مشكلة لكن لما حاجة على تشيرت نادي الزمالك لأ بناخد بنام التفاصيل دي كويس قوي ونادي الزمالك يراجع الكلام ده كويس قوي ويقول لأ والله اصل اللون ده مش عبيض زي التانية والله عبيض ده مطفي ولا ادي معوجة دي حاجات بتاعت الناس بتوع الماركتينج بقى والناس اللي بتبيع وتشتري ليه هقولك ليه برضو عشان انت برضو وانا بكلمك كده هتقدر برضو تقول ايه كريم بيتصدر في التفا هقولك ليه يجي مثلا راعي من الاسماء الكبيرة برندات عالمية فدي تقوله انت هتنزل على ضهر التيشرت بتاعة تدريب بتاعة الزمالك فروح حد بقيت لهم اللون بص يا اعمل التيشرت بتاعة تدريب زمالك معوج ومش عارف اللي بتاع اللون عمل ازاي وبتاع مش اخبطة وبتاع بايزة كل ده بيأثر كل ده فلوس وارقام وحاجات انا متأكد خد بالك الناس اللي بتشتغل في ادارة نادي الزمالك معظمهم فاهمين الكلام ده كويس قوي ولو هم سمعوني بنوايا سليمة وصفية واكيد هم بيعملوا كده هيقولك اه صح دي كيضا غلط انا فاهم انه كسير من الجميل ممكن يقولك يا عم لأ ما توقفلش على دي يعني ما فاهم ممكن تعدي صح بس الواحد يحب يشوف نادي الزمالك افضل وافضل دايما دي حكاية